تعزيزات عسكرية تركية تضم قوات خاصة ومدرعات في طريقها إلى الحدود مع سوريا تمهيدا لدخولها إدلب التي قيل أن شرقها سيشهد إنشاء ست نقاط مراقبة جديدة في غضون الأيام القادمة العين التركية تركز نظرها على مناطق استطلعها الجيش قبل أيام لإقامة تلك النقاط في بلدتي تل السلطان وتل الطوقان التي اجتمع مجلسها المحلي مع ضباط أطراك لبحث مصير المنطقة في المستقبل القريب على أقل تقدير الاجتماع بحسب مصادر محلية خلصة إلى أن القوات التركية ستقوم بتسير دورية عسكرية في المنطقة لوقف القصف المتوصل الذي تتعرض لها بلدات جنوب إدلب وشمال حماه لكن دون معرفة ما إذا كانت الشرطة العسكرية الروسية ستشاركها ذلك ودون تحديد جدول زمني أيضا الوعود التركية كانت حاضرة في الاجتماع والتي كانت بمجملها على شكل تأكيدات بعدم شن ميليشيا أسد الطائفية أي توغل بري في المنطقة التي شهدت نزوح أهالي بلدات بأكملها إلى مناطق أكثر أمنا بسبب حملة القصف الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر